وفي سياق المتصل تشهد مدن الضفة الغربية هذه الأيام إغلاقا شاملا بعد عودة انتشار فيروس كورونا المستجد وارتفاع عداد المصابين فيها من هذا الوباء وأوضحت السلطة الفلسطينية أن الإغلاق شمل كافة مناحي الحياة ويستثنى من ذلك المرافق الصحية والتواقم الطبية والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة كما أن الحكومة تقوم بجملة من الإجراءات الوقائية بينها منع إقامة الأعراس والتجمعات وبيوت العزاء بالإضافة إلى تدابير أخرى مشددة للحد من انتشار الفيروس ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بأن تواقمها تقوم بجهود حثيثة في تتبع الخارطة الوبائية في كافة المحافظات الفلسطينية ومتابعة الحالات المصابة داخل الحج المنزلي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين